السلام عليكم متابعي المحترمين أرحب بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين الناطقين باللغة العربية في درس اليوم سوف نقرأ نصا جديدا من كتاب تحت عنوان النص موجود على الصفحة رقم 10 كالعادة عزيزي المتابع لا تنسى احضار الدفتر والقلم لتدوين المعلومات الجديدة نلتقي بعد قليل اهلا من جديد عزيزي المتابع اذا عنوان النص كما رأينا قبل قليل La peche dans les rochers La peche تعني الصيد Dans les rochers كلمة les rochers سبق ورأينا في الدروس السابقة وهي الصخور اذا عنوان النص الصيد في الصخور ما زلنا عزيزي المتابع مع صديقنا ميشيل وابني عمه جون وبيير وكالعادة عزيزي المتابع لدينا مجموعة من الكلمات داخل هذا الإطار نبدأ بالتدرب على قراءتها قبل الشروع في قراءة النص لننتبه جيدا في وقتل الآن نشارع في قراءة الجزء الأول من النصر ننتبه جيدا نعزيز المتابع La mer s'est retirée en découvrant les rochers de la plage La mer أي البحر s'est retirée لدينا هنا الفعل se retirer c'est un verbe pronominal c'est un verbe du premier groupe ici il est conjugué au passé composé le verbe se retirer أي تراجع إذن البحر أو ما أو البحر تراجع en découvrant les rochers en découvrant le verbe découvrir أي يكشف الماء تراجع كاشفن عن كاشفن عن ماذا؟ les rochers de la plage أي سخورو الشاطئ كاشفن عن سخور الشاطئ أي عندما تراجع الماء ظهرت السخور على الشاطئ Michel et Jean s'en vont à la pêche dans les rochers Michel et Jean يذهبان لسايد à la pêche dans les rochers أي في السخور Jean a emporté un filet «a emporter » c'est le verbe emporter au passé composé le verbe emporter أي يحملوا معه Jean حملا معه شبكة un filet كلمة «filet » تعني شبكة attaché au bout d'un grand bâton هذه الشبكة كانت مثبتة attaché au bout d'un grand bâton كلمة «bâton » تعني «عصى » un grand bâton أي «عصى كبيرة » au bout d'un grand bâton أي «في طرف عصى كبيرة » إذن الشبكة التي حملاها Jean كانت مثبتة في طرف عصى كبيرة Dans les trous كلمة «لتخو » تعني الحفر Dans les trous أي داخل الحفر L'eau de la mer est restée Le verbe «rester » أي نهو عدت مرات يعني «باقية » إذن داخل الحفر باقية ما أول بحر On y aperçoit des crabes qui courent au fond de l'eau et des crevettes grises نبدأ بشارح كلمة «crevette » وكلمة «crabe » هذن الإسمان معناهما حيوانات بحرية نرىها في هذه الصور هذا الحيوان يسمى «le crabe » وهذا يسمى «la crevette » «une crevette » «un crabe » نعود الآن للجوملات اللي نشرحها كاملتان On y aperçoit des crabes أي نرى هناك حيوان crabe أي سلطعون وطبعا هناك المقصود داخل الحفر dans les trous On y aperçoit des crabes qui courent هذه الحيوانات تجري au fond de l'eau أي في قاعي الماء et des crevettes grises et des crevettes crevettes أي حيوان الأربيان أو الأربيان لونها رمادي grises des crevettes grises نبدأ الآن في قرأتل جزئي الثاني Michel plonge la main dans l'eau Michel plonge plonge c'est le verbe plonger أي جعل يده تروس أو ترتسو Michel plonge la main dans l'eau داخل الماء أتخل يده في الماء pour attraper une crevette pour attraper attraper هذا الفعل سابق رأينا ويعني يمسيكو إذن Michel يدخل ويده في الماء لكي يمسيكا هذا الحيوان une crevette mais la crevette se sauve plus loin ولكن la crevette تهربو se sauve le verbe se sauver c'est un verbe pronominal c'est un verbe du premier groupe معنه يهربو plus loin loin أي بعيدا plus loin أي أبعد أي أن la crevette هربت أبعد من يدي Michel elle nage très vite elle طبعا هذا الضمير يعود على la crevette هي elle nage très vite تسبح بسرعة كبيرة هنا نلاحظ عزيزي المتابع هذه العلامة علامة المزدوجتين أو les guillemets تبدأ هنا وتنتهي هنا ومعنها أن هذا الكلام سيكون الكلام إحدى شخصيات النص un personnage تُّ نُّ پُورَ پَلَ أَتْرَ أَتْرَ أَلَمَا تُّ نُّ پُورَ پُورَ c'est le verbe پُوْوَار أي يستطيع وهو مصارفون هنا في المستقبل le verbe پُوْوَار au futur إذا قولنا تُّ پُورَ أي أنت سوفا تستطيع تُّ نُّ پُورَ پَ أي لن تستطيع لَتْخَاپِ أَلَمَا le verbe أَتْخَاپِر أَيْنَهُ قَبْلَ قَبْلَ مَرَةً أُخْرَ وهو يُمْسِكُ إذن هنا أنت لن تستطيع إمساكها باليَد dit جان إذن من يقول هذا الكلام إنه جان وهو طبعا يواجه الحديث هنا ليمشيل يقول له أنت لن تستطيع إمساكها باليَد رَغَرْد كَمَنْ إِلْفُوْ فَرْ رَغَرْد أي أَنْظُرْ كَيْفَ إِلْفُوْ فَرْ إِلْفُوْ سِبَقَوَرَ أَيْنَ هَذِي الْعِبَارَة تَعْنِ يَجِبُوْ إذن أَنْظُرْ كَيْفَ يَجِبُوْ أن تَفَعَلْ رَغَرْد كَمَنْ إِلْفُوْ فَرْ Le verbe attaché أي يُلْسِقُ أو يُثَبِّتُ Tu attaches أنت تُثَبِّتُ Une sardine au fond du filet أي فيقعي الشبكة Tu poses le filet sous un rocher tu poses c'est le verbe poser أي يضع Tu poses أنت تضع le filet أي الشبكة sous un rocher تحت سَخْرَتين Les crabes et les crevettes viennent manger la sardine هذه الحيوانات les crabes et les crevettes تأتي لأكل سمكة السردين Alors tu tires vite et ils sont pris Alors tu tires le verbe tirer أي يسحب Tu tires أنت تسحب طبعا هنا Jean يشرح لي Michel طريقة الإمساك بهذه الحيوانات إذن يقول ثم تسحب بسرعة و هكذا تكون قد أمسكت بها Jean place sans filet Jean place place le verbe placer أي يضع شيئا في مكانه place sans filet وضع في مكانه أي كما شرح قبل قليل لي Michel Il attend quelques minutes ينتظر بعد دقائق puis il tire ثم يسحب Dans le filet أي داخل أمسكت بها أو يارا c'est le verbe apercevoir c'est un verbe du troisième groupe إذن ماذا يارا Michel trois crevettes أي ثلاث حيوانات من حيوان الأربية وَسَلْطَعُون واحيصلين إِلْا آخْتِ الأمَن پور پور پر أمسكت أمسكت آخْتَمَيَدَهُ تُحْتِ جَاهَا أمسكت أمسكت تعیق سحب ماذا سحب يده طبعا لما كلمت لَا هنا دمير يعود على الإسم لما وَيَسْحَبُهَا اَنْ كَرِيَنْ اَيْ وَهُوَى يَسْرُحُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَمْسَا كَيَدَا كَمَنَرَهُونَ فِي صورة ويهدى أنه يتبع بإصبعي ميشيل ميشيل سكوه ساما سكوه سكوه أي يهوزو بقوة ميشيل أخذ يهوزو بقوة يده لكي يتخلص من حيوان السكوهية ساكوه أي يهوزو بقوة ثوه أي يهوزو في م火 مرة أخرى لدينا علامة التي تدل على أن هناك كلام لإحدى الشخصية إذن من يتحدث هنا ماذا قال؟ أي لم يؤذني لكنني شعرت بالخوف لأفر أي الخوف لن تبقى جيدا هنا تكتب أ لا ننتقها أ وإنما ننتقها أ جي أفر أي شعرت بالخوف c'est le verbe avoir au passé composé la prochaine fois je ferai attention طبعا عزيزي المتابعة تلاحظو هنا كلمة فو وقد رأيناها في الدرس السابق إذا قلنا la prochaine fois أي المرة القادمة je ferai attention je ferai c'est le verbe faire au futur الفعل هنا مصرفون في المستقبل لأنه قال في المرة القادمة je ferai attention أي سوف أن تبه attention تعني الإنتباه عندما نقول je fais attention أي أنا إنتبه tu fais attention أن تتنتبه اللعب في المستقبل le soir film ça les deux enfants rentrent à la maison les deux enfants أي أطفلان طبعا نالماكصود هنا Michel وانجون rentrent à la maison يعداني إلى البايت Ils ont mis leur pêche dans un petit sac Ils ont mis Le verbe ici c'est le verbe mettre Mettre أي يضعو طبعا هنا ومصارف في زمن Le passé composé Ils ont mis Leur pêche Leur pêche أي صيدهما Dans un petit sac Un sac أي الكيس كيسون صغير وضع صيدهما في كيسون صغير Tout en marchant Il ramasse sur le sable De jolies coquillages Tout en marchant Il ramasse sur le sable De jolies coquillages Il ramasse Le verbe ramasser يجمعو أو يلتقطو Il ramasse sur le sable Fouq al rimel ماذا يجمعاني من فوق al rimel De jolies coquillages Les coquillages أي الصدفات الصدفات التي نجدها فوق رمل الشاطئ De jolies coquillages صدفات جميلة Jolies طبعا نلاحظ هنا De jolies coquillages الاسم في حالة الجمع والصفة في حالة الجمع لكننا لم نقل De jolies coquillages وإنما De jolies coquillages وذلك ببساطة لأن الصفة جاءت قبل الاسم عندما نجد الصفة قبل الاسم في حالة الجمع فإننا نستعمل دو عوضة دي الآن عزيزي المتابع لنوعد قراءة النص من البداية لننتبه جيدا La mer s'est retirée en découvrant les rochers de la plage Michel et Jean s'en vont à la pêche dans les rochers Jean a emporté un filet attaché au bout d'un grand bâton Dans les trous l'eau de la mer est restée On y aperçoit des crabes qui courent au fond de l'eau et des crevettes grises Michel plonge la main dans l'eau pour attraper une crevette mais la crevette se sauve plus loin Elle nage très vite Tu ne pourras pas l'attraper à la main dit Jean Regarde comment il faut faire Tu attaches une sardine au fond du filet Tu poses le filet sous un rocher Les crabes et les crevettes viennent manger la sardine Alors tu tires vite et ils sont pris Jean place son filet Il attend quelques minutes puis il tire Dans le filet Michel aperçoit trois crevettes et un crabe Il avance la main pour prendre le crabe et la retire en criant Le petit crabe l'a pincé et s'est accroché à son doigt Michel secoue sa main le crabe tombe et disparaît dans l'eau Jean se met à rire et Michel aussi Il ne m'a pas fait mal dit-il mais j'ai eu peur la prochaine fois je ferai attention Le soir les deux enfants rentrent à la maison Ils ont mis leur pêche dans un petit sac tout en marchant Il ramasse sur le sable de joli coquillage